في إطار تواصل جلالة الملك عبدالله الثاني مع المواطنين جدد جلالته التأكيد على دعم الأردن المطلق للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها جاء ذلك خلال لقاء جلالته ممثلين عن أبناء المخيمات الفلسطينية في الأردن بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد من جهة يام أكد الحضور أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة المقدسة مشددين على أن المخيمات جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الأردني وأنهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن الأردن ودعم مسيرة البناء والتقدم فيه كما أكدوا أن من ينكر ما قام به الهاشميون في إعمار المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فهو جاحد مضفين بأنهم وبلسان واحد يقولون لن نقبل بغير الهاشميين أو صياء على القدس والمقدسات ترجمة نانسي قنقر